بعد فشل محاولاته سائم براني من كونه بين عائلته وديكان الآن يعتقد أنه يجب عليه اتخاذ القرار الصحيح واتخاذ الخطوة وفقا لذلك يتدخل براني مع ديلان للمرة الأخيرة ويضعه على المحك من ناحية أخرى يجد ديلان أن شكليات إجراء الاختبار لا معنى لها بعد أن لم يستطع القراءة التظاهر بأنه يتم النظر فيه بعد القصوة التي لحقت به ليس له معنى بالنسبة له تواصل إفرات مع سوفي ووصل إلى معلومات الرجل الذي كان يحاول إزعاج ديلان يعرف فرات النظرية هي التي تحتجز السوفي بدأت حرب الفرات ودريا سادت الحرب الباردة بشكل لائق بين الاثنين لفترة طويلة الآن سوف يتخذ إفرات خطوته الخاصة ويبلغ دريا بمكانه بالتأكيد سنرى ما إذا كان هذا سيكون بين الاثنين أم أنه سيذهب إلى آذان بران ديسمبر البرد بران ولكن ترفرف لديلان لم يرضي المشاهدين أدى وصول إميلدا إلى القصر إلى تعطيل الأمور شعر ديلان بعدم الارتياح وحاول عدم الكشف عن أي شيء لأميرد أيضا رأى الزمرد وفهم كل شيء كان من المستحيل تناول الطعام على طاولة ست كالعادة على الرغم من شقيق جيهان الأكبر نزهات المراهقين دريا المستمرة تتسكع في المنزل مثل أخت الزوج والبقدونس كل شيء لم تتوقف لسان أزاد يستمر بران في الخروج من الجانب الآخر أثناء محاولته إصلاحه من جانب واحد لم يهرب من عيون أولئك الذين شاهدوا كان استخدام بران لعبارة شقيقه عند تقديم الضيف إلى دريا ثقيلا جدا على الرغم من كل هذا فإن حفل الإمساك باليد جعل الضيوف يضحكون فهم ديلان ما كان بران يحاول القيام به أخيرا قال لها كلمة لطيفة جدا هل تعتقد أنك يمكن أن مواساة لي مع هذا بعد سرقة حياتي كلها اتخذ ديلان ثلاث خطوات إلى بران لكن بران لم يتحول حتى إلى واحدة بعد كل هذه الاستياء أصبح ديلان أكثر حكمة ولا يريد المرور إلى بران يخبر عائلته عن حياته في قصر الزمرد بدأ والده يشعر بالأسف على ديلان مرة أخرى دعونا نرى ما إذا كانت ميرالد تخبر عائلتها عن الموقف ستغير التوازن تستمر الحلقة التالية في تأديم التأديم لموقف بران البارد ولكن الراحيم سيكون من السخف البحث عن الرومانسية تحت شخص يعامل ديلان مثل النطر جيهان هو في مشكلة مع والده عقله يشكو ديلان إلى والده سوف يتعب كودريت في النهاية من عداء ديلان هذا ويعود إلى حالته السابقة ويضرب جيهان حتى يخرج الحمار من الماء ديلان الآن مستاء للغاية من بران بخيبة الأمل التي عانى منها بالنسبة الديلان الذي ينقطع عن الأكل والشرب بهذا الاستياء يدور القدر حول عمته ويمد ذراعيه إليها يخبر القدر بران أن حالة ديلان قد تزداد سوءا في حالة ديلان يشعر بران بالصمت ويأكل نفسه من الداخل إلى الخارج ديلان الذي يستيقظ من نومه مع كابوس يبدأ في إلقاء اللوم على بران لهذا الوضع ديلان الذي يفكر في ماضيه محاصر بين عالمين ديسمبر ديلان يعتذر للشخص الوحيد الذي يحتاج إلى الاعتذار يرش كدريت الماء على ديلان الذي يعتذر لعمه لأن كدريت يعتقد أن عمه يفهم أنه بريب يستمر التوتر بين الانحدار ونهر الفرات تحاول دريا الوصول إلى سفي التي وظفتها لإيذاء ديلان في بران أولا عين فرات مثبتة على دريا سمعت جي أم المكالمة دريا الهاتفية وأخبرت فرات بذلك على الفور يتفاجأ بران برؤية ديلان يتحدث إلى والده يأتي اعتذار أيضا إلى ديلان من بران في النهاية من ناحية أخرى لا يزال ديلان يحتفظ باستيائه لم يستطع تحمل بران وهو يغطي أذنيه له فاجأ بران بمخارج ديلان بران الذي يرى ردود فعل لم يتوقعها من ديلان يبحث عن طرق ليغفر لنفسه لديلان أحضر الزمرد إلى القصر بجوار ديلان لحظة لقاء الأختين مع بعضهم البعض ستعطي لحظات عاطفية يقع الزمرد وديلان في مشاكل مع بعضهم البعض على الرغم من أن ديلان يحاول أن يبدو جيدا إلا أن إميرد يعرف جيدا أن ديلان ليس جيدا يجب أن تكون نظرة جيهان وأزاده تحوم مثل الظل فوق الأختين بدأ علي الذي سمع أحاديث المنجم القتالي بالتحقيق في مضيه ولماذا غادر المنزل بعد الليلة الرهيبة التي مر بها ديلان فإن الخطوة الوحيدة التي سيتخذها بران هي إعادة ديلان إلى المنزل كان ديلان قد التقط صورة لباران الذي لم يصدق في بران فهم براءة ديلان وبدأ في البحث عن طرق للتعويض وديلان منهكة الآن على الرغم من أنه عاد إلى منزله إلا أنه الآن غريب عن هذا القصر من ناحية يحفر بئره ومن ناحية أخرى هناك جيهان وأزاد كارابي الذان ينظران إليه بغضب ديلان ليس لديه سبب لاختتامه وإخبار الجميع عن نفسه مرة أخرى سوف يحاصر دريا من الضروري أن يقدم بران الذي أحضر ديلان إلى المنزل تفسيرا لمن هم في المنزل من ناحية أخرى سترى دريا أن الخطط التي وضعتها انفجرت في يديها مما أفسد كل شيء في وجهها ولكن هناك مشكلة واحدة مفادها أنه إذا وصل بران إلى الرجال الذين يستأجرهم أمامه فسيتعين عليه شجب القصر ديلان في وضع صعب بران لا يمكن أن تجعل منه فقد ديلان ثقته في بران الآن تأتي حركة ريستين ريست من ديلان إلى بران زهور الدم في الحلقة الأخيرة سفك ديلان اللغة التي لم ينسكدها إلى بران ليعدل نفسه ديلان الذي لم يعد لديه أي خيار سوى التزام الصمت كان يطارده الرجال الذين كانت ديريا تطاردهم ديلان الذي حكم عليه بقضاء حياة منعزلة ومنفية قلق الآن بشأن إنقاذ حياته أوضح كدريت أنه يقدر الوشاح الذي أكمله ديلان على الرغم من ذهول عفيف إلا أنها لم تصهد في الحديث عن هذا الموقف كثيرا اتصل ديلان بران وأخبره أن هناك رجالا حول المنزل أنه بحاجة إلى المساعدة زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات